اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسب المذكرة الوزارية الجديدة الصادرة بتاريخ 5 يونيو 2018 من مستجدات هذه السنة لم يعد الملف الازرق معمولا به مثل ما كان في السابق بل اصبح الترشيح فقط عبر الانترنت من خلال موقع منحاتي الموقع الرسمي هو المعمول به خلال هذه السنة اذا ليس هناك ملف ورقي وليس هناك اجراءات مثل السنوات السابقة اذا امور اصبحت سهلة وميسرة تذكير بداية بشروط ترشيح لمنحاتي 2018 فقط باك جدد سواء رسميين او احرار لتذكير كذلك بالنسبة لمنحة الجامعية فهي منحة يستفيد منها جميع الطلبة الحاصلين على الباكالورية والذين تم قبولهم من طرف اللجان الاقليمية وهي اللجان تتكون من ممتل السلطات المحلية العمالة وممتلين المنتخبين بالاضافة لممتلين عن وزارة التربية الوطنية وفقا للدخل السنوي وهناك اختلافات بين الاقليم حسب حيث هناك غالبا نسبة معينة محددة لكل اقليم نراحض مؤخرا ان نسبة المستفيدين من المنحة الجامعية اصبح في ارتفاع خلال السنوات الاخيرة جميع تخريبا المؤسسات العليا بالمغرب اذا من كليات واداب علوم اقتصاد كذلك من المدارس والمعاهد العليا كلية الطيب المدارس وكلية العلوم التقنيات الانسالة بيزا الانسام الاقسام تحضيرية اذا عموما جميع طلب المقبولين بهذه المدارس والمعاهد والذين تم قبولهم من طرف اللجان الاقليمية لدراسة طلبات المنحة يستفيدون من المنحة كذلك من المستجدات التي تمت خلال المسلم 2017 طلبت المتدربين تكوين المهاني الاسطية والليطية حملات البكر والذين تم قبولهم سواء في معهد تقني متخصص والذين تم قبولهم من طرف اللجان الاقليمية يستفيدون كذلك من المنحة الجامعية اذا في النقطة الثالثة لدينا تذكير بقيمة المنحة الجامعية وهي تم نحة ثلاثة مرات بالنسبة لطريقة الترشيح لمنحة المنحة التعليم العالي 2018 الأمر البسيط وليس بالمعقد فقط ننصح أن يكون هناك تركيز في إدخال المعلومات بداية لدينا نفذ الجدول مجموعة من التساءل والإجابات باختصار عن أهم الأمور الأساسية كذكير ما يلفئ التي تستدف من البوابة الإلكترونية من حتي إذن كما أشرناهما الطالبة الحاصنة على البكرورية المتمدرسين 2018 أو أحرار 2018 أو كذلك المغاربة الحاصنة على البكرورية الأجنبية 2018 بالنسبة للبريد الإلكتروني إذن لا بد أن يكون على شكل رقم ما صار في تعليم أروباس تعليم فايم أ وهو مفعل ولتذكير في هذا البريد الإلكتروني هو الذي سيكون متوسر به بنتائج البكالورية إذن في حالة ضياع الكود الدخول لهذا البريد الإلكتروني بالنسبة لمتمدرسين لا بد من توجه لإدارة تانويتكم الحالية تانوية الحالية وبالنسبة للمسارة الشحي الأحرار في حالة ضياع الكود إذن لا بد من توجه لنيابة المديرية الإقليمية بالنسبة لرقم بطاقة تعليم الوطنية إذن هي خاصة متعلقة بالنسبة للمترشيح وبالنسبة للأب الوصيح الشرعي أو الوصيح الشرعي إذن هي أمر أساسي ولا بد منه من أجل الترشيح ودراسة الملف من طرف الجنة المختصة بالنسبة للعنوان كذلك يجب أن يكون العنوان صحيح هذه بعض الأمور الأساسية بعد دخول لموقع ملحة بايم أ هنا من مكان خدمات إذن يتم الدخول عبر رابط إضاع الطلب بعد الدخول لدينا هنا رقم مصار وكلمة المورور إذن أثناء الدخول لأول مرة لا نتوفر من طبيعة الحال على كلمة المورور إذن يكفي الضغط على هنا الحصول على كلمة المورور إذن هنا لدينا رقم مصار الحرف زائد 9 أرقام نقوم بكتابته هنا ثم إعادة كتابة كود الأمان ثم الضغط على تأكيد بعد الضغط على تأكيد سوف تأتي رسالة تخبرنا بأنه قد تم إرسال رسالة بريدية إلى البريد الإلكتروني رقم مصار أروباس تعليم كود الدخول وبعد توجه لعلب العلبة الرسائل كما في الصورة سوف نجد رسالة من موقع منحتي وبها كود الدخول نقوم بنسخه ثم نعود إلى موقع منحتي ودائما عبر مكان خدمات إداع الطلب عادة كتابة رقم مصار وكلمة المرور التي توصلنا بها في البريد الإلكتروني الرسمي إعادة كتابة كود الأمان ثم الدخول بعد الدخول لاستمارة الترشيح سوف نجد بعض المعلومات معبئة في السابق حضر الموقع الرسمي منحتي ومع وهناك معلومات أخرى يجب تعبئتها إذن معلومات إضافية هناك لدينا هنا العنوان الشخصي المصار الشيح يكفي الضغط في المكان المناسب سواء ومسك المعطايا سواء مبارسرة بلوحة مفاتيح الحاسوب أو من خلال لوحات المفاتيح الجانبة ونص صغيرة لنا الاختيار نقوم بملء كافة المعلومات اختيار العملاء الجماعة المنطقة الإدارية إذن هنا حسب ما يناسب وحسب وضعية المترجح الهاتف كذلك الحالة الاجتماعية ثم بعد ذلك نمر للمعلومات الخاصة بالأب أو الولي في حالة اختيار سوف يعطينا الموقع نقوم بملء الوضعية التي أمامنا رقم بطاقة تعريف الوطني للأب وهي أمر أساسي وضروري جدا من أجل دراسة المنحة من طرف اللجنة الإقليمية نقوم كذلك بملء باقي المعلومات الاسم الشخصي في العربية والفرنسية المهنة ثم نصل للدخل السنوي للأب أو الواصل هنا لدينا الراتب السنوي باستشارة مع الأب من خلال وضعية المهنة إذن الراتب السنوي هو الراتب الشهري في اتنى عشر اتنى عشر إذن نقوم بحساب هذا الراتب في حالة كانت هناك مداخل عقارية أو مداخل مهنية مصرح بها لدى مصلحة الضرائب إذن يجب أن يتم ملء هذه الخانات في حالة لم تكن هناك مداخل مهنية أو عقارية أو مداخل أخرى إذن نضعنا أصفر وكما أشرنا يجب أن تكون هذه المعلومات حسب وضعية الأب أو الواصل نفس الأمر بالنسبة للمعلومات الخاصة بالأم نقوم باختيار ما يناسبنا إذن إذا كانت الأم على قيد الحياة نختار ثم نتمم الإسم كذلك رقم بطاقة تعريف الوطنية للأم وباقي المعلومات إسم شخصي إسم عائلة عربية فرنسية المهنة في حالة كانت تشتغل في حالة كانت دونك الدخل السنوي للأم كذلك نقوم بملئه في حالة لم يكن لك دخل سنوي إذا نقوم بوضع الأصفر ثم نمر للمعلومات الخاصة بالأبناء نفس الأمر الأمر بسيط يكفي إدخال الإسم الشخصي ثم الإسم العائلي تاريخ الازدياد الوضعية الدراسية ثم نضغط على إضافة ونفس الشيء بالنسبة لباقي الإخوة حتى نتفهم جميع الإخوة بعد ذلك بعد الانتهاء ومراجعة الطلب إذن نقوم بالضغط على تسجيل الطلب بعد الضغط على تسجيل الطلب إذن هنا ننصح بإعادة إذن ما زال الأمر بإمكانية تعديل ممكنة في حالة وجود خطأ يكفي الضغط على إقوانة تعديل هنا في الأسفل إذن إذا بعد التأكد من كافة المعلومات وكافة الأمور إذن هنا نقوم بتشير على أشهد بصحة المعلومات الواردة أسفلها ثم تأكيد المعلومات وهنا طبيعة الحال بعد الضغط على تأكيد المعلومات الأمور والتعديل غير ممكن بعد ذلك إذن يجب أن تنفيه بعد هذه الأمور إذن هنا تأتي رسالة تخبرنا أنه تمت المصادقة على الطلب ويكفي لتحميل الوصل يكفي الضغط على إقوانة تحميل الوصل وهنا ندين الوصل إذاع لحصول على منحة تعليم العالية على شكل PDF به خلاصة للمعلومات وبرقم تتبع الملف في وقت اللاحق إذن لمن أراد تتبع وضعية الملف يكفي الرجوع من جديد لموقع منحة .MA والدخول من مكان تتبع الطلب وإدخال رقم مصار ورقم تتبع الملف المتوصل به وكوض الأمان وبذلك تكون عملية ترشيح لمنحة تعليم العالي 2018 قد تمت بنجاح ويجب انتظار عقد اللجان الإقليمية في وقت اللاحق متمنيتنا بالتوفيق لجميع ونتمنى مشاركة الفيديو بين الأصدقاء مع تحية فريق موقع تجينت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة